بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصعب أجمعين أهلا بيكم في القناة الطبية النهاردة هنتكلم عن دواء جديد هو دواء برونتو بلاس برونتو بلاس لتخفيف الألم وخافض للحرارة برونتو بلاس هو يتم امتصاصه سريعا وهو مناسب لتخفيف الصداع وصداع النصفي وألم الظهر ألم الروماتيزم ألم الأسنان ألم الدورة الشعرية عند السيدات برونتو بلاس تخفف الحمى وخافضة لدرجة الحرارة والأوجاع ونزلات البرد والإنفلوانز برونتو بلاس تحتوي على اثنين من العناصر النشطة البرسي تمول وهو مسكن للألم ويقلل درجة الحرارة في حالات الحمى والكافيين يساعد في زيادة فعالية البرسيتامول برونتو بلاس للبالغين والأطفال تتراوح عمرهم بين 12 سنة وما فوقها بالنسبة للجرعة يتم تناول كورس كل 4 ساعات حسب الحاجة أو حسب استشارة الطبيب يجب استشارة الطبيب قبل تناول أقراس برونتو بلاس في الحالات الادية في حالة الأم الحامل أو الأم المرضعة رضعة طبيعية أو إذا كان المريض يتناول أدوية أخرى أو أدوية أمراض مزمنة أو إذا كان المريض مصاب بأمراض أخرى أو إذا كان يعاني من حساسية من مكونات الدواء برونتو بلاس هو طبعا دواء زي ما قلنا مسكن ألم غير أفيوني وهو علاج مركب قوي لتسكين الألم الشائعة والمتكردة تأثير غسرية ده الميزة الأساسية فيه يحتوي على البرسيتامول والكافيين البرسيتامول مسكن للألم خفض للحرارة يعمل من خلال تصبيت إنزيمة الأكسادة الحلقية في الجسم البرسيتامول أو اسمه الآخر الأسيتامينوفين هو دواء مسكن للألم طريقة عمله غير معروفة بدقة ولكن يعتقد أنه يعمل علامة تكون نواكل المعينة مسؤولة عن الألم في جهاز العصب المركزي وهذا يعمل على إيقاف الألم ومنارة فحرط الجسم أما الكافيين وهو مادة منبيها للجهاز العصبي من عائلة الميسايل زانتين وهو وظيفته عمل دعم عمل البرسيتامول في الحد من الألم طيب بالنسبة لإستخدامات برونتوبلاس دواء استعماله إيه؟ من أهم استعمالاته أنه هو بعلاج الألم نتج عن الصلاع ألم العضلات تشنجات وألم الحيض في الدور الشهري عند السيدات التهاب المفاصل ألم الروماتيزم الألم والحرار مصاحبا لنزلات البرد والإنفلوانزا ألم الظهر وألم الأسنان ألم ما بعد الجراحات طيب ما هو أنا أستعماله إيه؟ يوم أنا أستعماله اللي من لديهم حساسية تجاه مكونات الدواء أيضا من لديهم مرض مرض كسور الكبد أيضا المرض المصابين بمرض شديد في الكبد أو فشل في الكبد أيضا الأطفال أقل من 12 سنة ما هي احتياطات استعمال برونتوبلاس؟ من المهم إخبار الطبيب قبل استعمال برونتوبلاس أن إذا كان المريض مدمن على الكحول بمعدل 3 كؤوس يوميا بسبب خطر إصابة لأنه ده ممكن يسبب الإصابة بفشل كالوي أو نقص إنزيم الجلوكوز 6 فوسفات أيضا إذا كان المريض عنده مرض أو اعتلال في وظافة الكبد والكلاع أيضا إذا كان المريض مصاب بجفاف شديد أو فقدان دم بكيميات كبيرة أيضا في حالة نقص إنزيم المتمثل بفكر الدم الإنحلالي أيضا الإصابة بمتلزمة جيلان باري أيضا حدوث اضطراب في الدم أو البوريفيريا بالنسبة للأم الحامل والأم المرضى من الآمن استخدام التركيبة اللي هي برسة أمله كافيين ولكن مع أهمية الانتباه إلى عدم تجاوز الدرع المسموحة والحاجة الأساسية أن يجب يتم الاستخدام تحت أشراف الطبيب اللي هي بتتابع عنده السيدة الحامل أو المرضى طيب التدخلات الدوائية هل يوجد تفاعلات بين برونتو بلس وأدوية أخرى طبعا يوصى بعدم التزاون مع الأدوية التي تتفاعل معه زي الفينو يوصى بعدم التزامن مع الأدوية التالية الفينو باربيتال الفينتوين الكارابامازيبين أيضا ميتوكلوبرامايد والكلوروموفينيكول والباريبيتورات ومضادات الهستامين والبنزو طيب بينات الأشكال الدوائية أقراص أربعمية ميلي جرام بارسيتامول وخمسين كافيين يحفظ بالنسبة للتخزين ويحفظ في درجة الحارة الغرفة خمسة وعشرين درجة مائوية بعيدة عن الرطوبة والحرارة وتجنب تدميد الآلات كافية استخدام برونتو بلاس عند استخدام الدواء ينصح بأنه يفضل تناول الدواء بعد الطعام عند الحاجة ويجب عدم تجاوز الحد الأعلى للدرعة اليومية من البرستامول وهي عبارة عن 4 جرام والتي تساوي 8 أكراس من درعة 500 ميلي جرام وإلا تعرض المريض لتسمم كبيدي خطير نكمل كلامنا عن برونتو بلاس طبعا برونتو بلاس هو مسكن للبرد والصداع وألم الحيد وألم الأسنان وألم أخرى وعالج ألم الجسم وخفض للحرارة مكونات بارسيتامول وكافيين وهو سريع الامتصاص يتوفر على هيئة أكراز سريعة الامتصاص ويستخدم لتسكين الألام وخافة ضررة الحرارة طيب بالنسبة لدواعي استعماله زي ما قلنا هو تسكين الألام الصداع والصداع النصفي وألم الزهر والروماتيزم وألم الأسنان وهو أيضا خافض للحرارة يحتوي على مادة البرسيتامول الخافضة للحرارة لذلك فمن المناسب استعماله لعلاج السخونة أو الحرارة أو الحمى أيضا بالنسبة للبرد يخفف من الأعراض المصاحبة للبرد والإنفلوانزا أيضا بالنسبة للصداع الدواء هم مسكن جيد لألم الصداع والصداع النصفي ويقلل من الألم الناتجة عنهما ليعطي فعالية وتخلص من الألم بتركيبة من البرسيتامول الكافيين المعزز لفعلياته ومضيق للأوايات الدموية المسببة للصداع بالنسبة للأسنان يستخدم برونتو بلس لتسكين ألم الأسنان النتجة عن التساوس أو خارريج الأسنان أو غير ذلك من مشكلات الأسنان المتعددة وعلى الرغم من فعالياته في تسكين ألم الأسنان إلا أنه لا يقلل من التعبات الأسنان أو يعالج مسببات ألم الأسنان لذلك يجدر مراجعة طبيب الأسنان لتحديد الإجراء المناسب أو العلاج المناسب بالنسبة للألم الحيض أو ألم الدور الشهري عند السيدات تركيبة برونتو بلس مع الكافيين تسكن ألم الطمس بفعالية أقوى من تأثير البرسيتامول مع الوحده لأنه ما يكون مع الكافيين فيزيد فعاليته لذلك تستخدم النساء هذا الدواء لتسكين ألم الحيض لكن تحديد الجرعات حسب حدة الألم وفترة استمرئاتها طبعا بيحدد الجرعة الطبيب بالنسبة للروماتيزم يستخدم هذا الدواء لتسكين الألم الناتج عن التهاب المفاصل والروماتيزم دون أن يعالج التهابات الروماتيزم ولذلك فهو يفضل استعمال مسكنات أخرى أفضل منه تكون زاد تأثير مسكن ومضاد الإتهابات من أشهر هذه المسكنات التي يمكن أن تستعمل للروماتيزم هو الدكلوفيناك والسيلوكوكسيب طيب بالنسبة للأعراض الجانبية اللي يمكن أن تحدث نتيجة تناول برونتو بلاس يمكن أن تحدث أعراض جانبية مثل الحساسية ومشكلات في التنفس وغسيان ووقيع إيه هي موانع استعمال برونتو بلاس موانع استعماله في حال الحساسية تجاه مكوناته أو إذا كانت هنا والأدوية أخرى تحتوي على البرسيتامول لأنه مش هينفع ناخد دواتين في برسيتامول وإحنا معنا الدواء دوات فيه الدواء في برسيتامول أيضا الأطفال أقل من 12 سنة بالنسبة للحمل نظرا لوجود مادة كافيين في حبوب البرونتو بلاس لا يفضل استعماله إسناء الحمل بالنسبة للرضاعة لا يستخدم برونتو بلاس في إسناء الرضاعة لاحتباه على مادة الكافيين ويفضل استعماله إلا تحتوي على برسيتامول لوحده بالنسبة للكبد مرضى الكبد استعمال برونتو بلاس بجرعات عالية ينتج عنه تلف في خلال الكبد ولذلك يحذر تناوله بالجرعات العالية في نهاية الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفادتم وأرجو من حضراتكم ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وضغط لايك آآ إذا عجبك الفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وايضا مشاركة الفيديو على حسابك على الفيسبوك وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته